على الفيسبوك أو من خلال حتى البرنامج بنحاول دايما نتكلم بالسانحة الجمهور وفي وقت ملاقوات ممكن ننتقد بس ما بنهاجمش الهجوم في حد ذاته مش هدف بالنسبة لنا مبارح بعد الجن بتاع محمد هاني والدنيا كانت معصلاجة شوية مع الاهلي الحياة طول المطش بعد الجن بتاع محمد هاني على الرغم من هو فاك تلاصم أمبي وحط الاهلي في أريحية نفسية على الأقل الولد ما كانش مبسوط يعني ما تحسيش أنه فرحان قوي بيجون في التوقيت ده في أول مطش رسمي للنادي الأهلي وده يمكن يكون لأنه هاني كان فيه ضغط عليه شديد جدا يسارة في الفترة الأخيرة خصوصا على السوشيال ميديا هاني في المكان ده أعتقد هو الاختيار نمرة واحد لميستر فييلر خصوصا طبعا بعدما كابتن أحمد فتحي خلاص مضى مع بيرامدز وبتيالي لو تفتكري في أول حلقة يسارة كنا بنكلم على أنه الجمهور النادي الأهلي دايما في ظهر فرقيته خصوصا في وقت الصعب ووقت المحنة أنا بتوقع أنه الفترة اللي جاية هاني بالذات من اللعيبة اللي محتاجه دعم كبير جدا من الجمهور يولد عنده كورة حلوة جدا وبقاله كتير مع الفريل أول من هدي الأهلي عنده خبرة مقارنة بسنه يعني أعتقد عنده خبرة كويسة جدا ومن الوارد جدا أنه يبقى يعني مش في مستقف مطشط معينة لكن فكرة الهجوم على طول طول الوقت دي أعتقد أنها مش في مصلحة هاني ومش في مصلحة الفريل نروح لتمرين النهاردة والنهاردة طبعا الأهلي بدون راحة ترجمة نانسي قنقر